موسيقى مشاهدينا في مليحة للسياحة البيئية والأثرية نجد المغامرة الحقيقية في أعماق صحراء الشارقة نكتشف أسرار الثقافة البدوية القديمة في المنطقة من خلال الجولات السياحية الممتعة والأنشطة الترفية المتنوعة والمناظر الطبيعية الخلابة لتأسر العقول والقلوب نتكلم أكثر من مشاهدينا حول هذا المشروع السياحي الأثري الفريد ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمود راشد السويدي مدير مليحة للسياحة البيئية والأثرية صباح الخير أستاذ صباح النور ومشكورين على الاستضافة بلات الأستاذ محمود نتعرف أكثر نعرف المشاهدين عن مليحة للآثار ومتتم تأسيسه وعن هذه الفكرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تم افتتاح مركز مليحة الأثري في عام 2016 شهر يناير تحديدا ونحن نعمل في مليحة برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان نحمد القاسمي يعني مليحة يمكن ربما مركز مليحة الأثري حديث أو جديد يعني أو افتتح من قريب ولكن الآثار اللي في مليحة موجودة يعني أو خلنا نقول إدارة الآثار قايمين بعملهم في مليحة منذ سنوات مركز مليحة الأثري هو يعني عبارة عن مشروع لتقديم أو تحديث هذا العمل اللي موجود في مليحة وقايمين عليه إدارة الآثار من قبل للجمهور والسياح ويعني أن يكون بشكل جديد في سياحة بيئية في سياحة أثرية في مغامرات وبدأنا العمل بحمد الله في المركز وقدمنا للجمهور والسياح منتج سياحي جديد فريد من نوعه في إمارة الشارقة يشمل على العديد من الباقات السياحية جميل جميل أستاذ يعني يمكن نشاهد هذه اللقطات الجميلة لهذا المشروع السياحي الأثري جميل واليوم إمارة الشريقة تسخر بالعديد من الأماكن الأثرية وبلا شك يعني العديد من عمليات التنقيب مستمرة حتى يومنا هذا بين فترة وفترة يعني هناك اكتشافات أخرى تضاف إلى الاكتشافات الحالية الموجودة نتكلم شوية عن الهدف من إقامة هذا المشروع يعني هل اليوم بالفعل نرى هذا الإقبال من قبل السياح وشركات السياحة وفي وفود تزور المنطقة الأثرية هذه وتستمتع بمشاهدة الآثار والحياة اللي يعني مئات السنين عنقر الهدف الرئيسي أولا هو أن يتعرف العالم على تاريخ هذه المنطقة ومش بس منطقة مليحة يعني هو منطقة مليحة تعتبر مؤشر أن كانت هناك عصور قديمة في هذه المنطقة آلاف وآلاف سنين عودة إلى العصر الحجري يعني في مركز مليحة إمكان الزائر أن يتعرف على العصر الحجري والعصر البرونزي والحديدي وما قبل الإسلام ليش في هذه العصور في مليحة لأنهم وجدوا يعني آثار تعود إلى جميع هذه العصور هذا مؤشر أن كان الإنسان موجود على مر هذه العصور مش بس موجود في العصر الحجري ثم انتقل أو انتهى لا كان موجود أيضا في العصر البرونزي والعصر الحديدي والعصر ما قبل الإسلام وعاش هذه التغيرات في هذه العصور على سبيل المثال معنى العصر الحجري أن الإنسان كان يستخدم أدوات بدائية يصنعها من الأحجار بعدين في العصر البرونزي انتقل إلى استخدام البرونز وبعدين إلى الحديد وهكذا فطبعا الهدف الرئيسي هو تعريف العالم على هذا التراث وهذا التاريخ وهذه الآثار وأيضا نحن ضفنا لأننا الآن نحن في وقت الجميع بما فيهم سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية الجميع يحب أن دائما تكون هناك مع القصة مغامرة فنحن ضفنا عامل المغامرات إلى المشروع سلام حمد يمكن أنا زرت ملاحة والتقينة سابقة وتعرفنا على القسم أو على المكان الأثر الموجود وتقسيم المكان أيضا يمكن ذرنا منطقة الكهوف خبرنا أكثر عن هذه المنطقة نعم عفوا منطقة الكهوف أو وادي الكهوف تعود إلى العصر الحجري طبعا أنت دخلت المنطقة شفت هي مثل وادي وبعدين هناك منصة في الجبل وبإمكان الزائر أن يرى الكهوف من هذه المنصة هم وجدوا في وادي الكهوف هذه الأدوات التي تكلمنا عنها التي يستخدمونها في مثلا صناعة الأسهم أو وجدوا أيضا رؤوس الأسهم أو رأس الفأس وهكذا فهذه الأثار التي وجدوها تعود إلى العصر الحجري فهذا مؤشر ودليل أن وادي الكهوف كان هناك بشر من العصر الحجري يعيشون في وادي الكهوف ليش كانوا يعيشون هناك؟ طبعا القصة الموجودة في مليحة تخبر الزائر أن المنطقة كان فيها ربما أنهار أو ماء وربما كان فيها صيد وربما كان فيها أيضا حماية لهؤلاء البشر الذين يعيشون في وادي الكهوف جميل جميل يعني بالفعل لغطات جميلة ومكان جميل وكذلك حتى المبنى يأخذ طابع الكثبان الرملية بالانحناءات فجميلة اليوم حتى إنشاء مثل هذه الأماكن والمنصات تأخذ جزء من الطبيعة يعني الزائر أو حتى المقيم في القرب من هذه المناطق يعني عنده إنشاء مثل هذه الأماكن لا يحس أن المنطقة تغيرت عليه أو شيء دخيل فبالتالي اليوم الهندسة المعمارية كيف يتم تتماشى مع الجمالية طبعا هذه المناطق الأثرية نتكلم عن الأنشطة والفعاليات التي تقام على مدار العام وخصوصا اليوم فترة الشتاء هي الفترة المناسبة لقضاء أجمل وأحلى الأوقات نتكلم عن ما من الفعاليات والأشطة تقومون بها حاليا أو تردمنها حاليا يعني نحن مثل ما قلنا تركزنا في الباقات السياحية طبعا الباقة السياحية التي أقيم عليها المشروع هي الجولة الأثرية وهذا أساس المشروع الآثار طبعا الجولة الأثرية فيها قصة جميلة جدا للسياح والباقات الأخرى يعني ممكن نسميها باقات مغامرات تقسم إلى أجزاء في عندنا الباقات التي نسميها نحن بالإنجليزي إسكيبس يعني ليش سميناها إسكيبس لأنها تساعد الزائر أن يبعد عن حياة المدينة إلى أجواء الصحراء والجبال ويعني فيها هدوء فهذه تشمل على باقة استراحة الصحراء أو استراحة غروب الشمس هذه باقة وبعدين فيه التخيم وبعدين فيه التحديق في النجوم الذي يأخذ باقة استراحة غروب الشمس هي تشمل كل الباقات تشمل على المتحف زيارة المتحف رحلة صحراوية قصيرة وبعد ذلك يتوجه الزائر إلى الاستراحة فيها شوي فيها تحديق بالنجوم فهذه باقة الجميع يحب أن يشتريها تشمل كل الأنشطاء الفاعلية نعم بعد ذلك عندنا مغامرات صحراوية سواء بدراجات الكثبان الرملية أو بدراجات الدفع الرباعي عندنا مثل ما شفنا في المقطع السياكل الذي دراجات الهوائية إن شاء الله ستكون هناك إضافة جيدة جميلة في 2018 سيكون أيضا عندنا خيول بإذن الله نعم يعني بالفعل الكثير والعديد من الأشطاء والفعاليات وبإمكان الزائر يعني بالفعل قضاء أجمل وأحلى الأوقات من خلال الباقات أكيد المتنوعة أيضا هناك باقات للمدارس ورش للمدارس فيها ورش عن الآثار أو الأحافير فيها ورش عن التحديق بالنجوم فهذه أيضا وجدنا أن عليها إقبال كبير خبرنا أستاذ يمكن أن إضافة جديدة في 2018 في الخيول ما هي الأشياء الأكثر التي تكون موجودة في مليحة في هذا العام؟ يعني في الوقت الحالي نحن مركزين على إضافة الخيول كإضافة سياحية أيضا إن شاء الله هناك أيضا نزل الذي يفتتح قريبا في مليحة هو نزل صخرة الأحفور بإذن الله وهذا أيضا سيضيف إقبال أكثر على مشروع مليحة بإذن الله أخيرا قبل أن أختم الفقرة أستاذ محمود بالنسبة للأسعار تعطينا فكرة على الأسعار سعر تتراوح ما بين 25 درهم دخول المركز طبعا العائلة لهم سعر خاص و إلى 350 درهم اللي هي الباقة الكاملة لكن مثل ما ذكرنا الباقة اللي هي مميزة و عليها إقبال استراحة غروب الشمس وتشمل على أكثر الأشياء أو المغامرات الموجودة في مليحة سعرها في الوقت الحالي 225 درهم فأكثر ناس يأخذون هاي لأن تشمل على أكثر الأشياء اللي موجودة في مليحة جميل شكرا لك أستاذ محمود يعني عرفتنا عن هذا المركز الجميل و مليحة الأثرية الرائعة و كده توقع إن شاء الله الكثير منا راح يزورها خلال أيام القادمة مشكورين و إن شاء الله نراكم قريبا في مليحة إن شاء الله شكرا لك كل شكر و تقدير مشاهدين أستاذ محمود راشد السويدي مدير مليحة السياحة البيئية و الأثرية على حضوره المميز وأكيد الجهود اللي قاعدة تبدلونها في طبعا أجل الحفاظ على هذا المكان الأثرية الجبلة